طلعت العمرة وطبعاً هي عايزة تروح تستلم الحجر ففي أثناء الطواف بتشوف الناس بيندفعوا عشان يستلموا الحجر ويسلموا على الحجر الأسود أو يقبلوا أو ما شابه ذلك فبتقول حصل إنها شافت إنسان يعني إنه هو مسك الحجر وأستار الكعبة فبدأ يهتز فرحاً بما صنع فبتقول هو كأنه قاعد يترقص يعني أصادل لكن هو هتز يعني سعادة أيما كان الوضع الذي كان عليه فهي قرسته وبعد كده استلمت بتدافع شديد الحجر ما كان ينبغي التدافع ولا الانفعال أبداً أنا وانا رايح الحرم هو اسمه حرم يحرم فيه مثل هذه الأمور بل الوجود الإنسان دنية السوء فيه يعني بيعاقب عليها الإنسان مجرد النية مش الفعل نفسه فكوني أولاً أنا أؤدي أركان العمرة وفي أي عبادة زي العمرة ليها أركان وفيها واجبات وفيها سنن السنن إذا أنا عملتها باخد سوابها إذا ما عملتهاش لا أعاقب على تركها بالنار ولا تؤثر في صحة العبادة اللي أنا بأؤم به طالما الأمر كده أروح أضيع ركن وهو الحفاظ على كرامة الإنسان عشان أروح أعمل سنة وهو استلام الحجر فده خطأ ما كان ينبغي أبداً لا التدافع ولا الانفعال لشيء في هذه البقعة المباركة طب أنا علي وبعدين أنا حكمت على الشخص ربما هو يعني سقفته على أدها ففرح أنه استلام الحجر وفرح أنه يعني لامست يداه أسطار الكعبة فأنا بقى أروح نحكم عليه وأرسه من ده ليس لك يصنيع ذلك ولا الحكم على الآخرين ليس للإنسان إذا ما جمعتني صدفة بحد وعايز أقول له حاجة فأنا بنصحه وما تكونش يعني نصيحة بلطف فيها اعتبار أن أنا براعي مستوى الثقافي لكل إنسان طب أنا علي إيه دلوقتي؟ علي الاستغفار والصدقة أستغفر الله لأنه ده ما ينفعشي هذا الفعل وفي نفس الوقت أطبع الاستغفار بالصدقة لأن فضلها كبير الله تعالى سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم فجمع ما بين التوبة وما بين أخذ الصدقات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك هذا التقصير وادعي للشخص اللي أنت أرستيدة يعني ده أقل ما يجب في حقه مع التوبة والاستغفار صاحبة السؤال أي عبادة بنعملها عشان كده بنقول الإنسان يسبق أي عمل بالعلم نسبق أي عمل بالعلم وده نهج القرآن يبقى الإنسان يتعلم الأول وبعد كده يبدأ في العمل أبقى فاهم العبادة اللي بعملها إيه أركانها إيه واجبتها إيه السنن فلا أضيع ركنا من أجل أو القيام بأمر يجب من أجل سنة يعني وده إحنا بننصح به كل الناس اللي بيقدوا ركن الطواف لأن الأعداد ما شاء الله والتزاحهم بيبقى جديد ولازم الإنسان المؤمن المعتمر أو الحاج يضبط نفسه أثناء طوافه وأثناء قيامه بالعمرة أو بالحج وأثناء تواجده بالحرم لأن فيه أحكام خاصة بالحرم طوال العام